السلام عليكم واللهم صلى على محمد وآهل محمد وعجل فرجهم ولا نادوهم حياكم الله في فيديو جديد من قناة خواطر فكرية من أجمل الحوارات اللي ممكن تسمحها أتكلم بصورة عامة هو الحوار لما يكون الطرف الأول كلامه بدليل واحترام والطرف الآخر يرد أيضا باحترام وأدب وحتى وأن لم يكن عنده دليل إن شاء الله هذا الكلام راح يطبق حرفيا بحوار حول الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج بين الشيخ الفاضل والذي أكرر أتمنى من الأقوى الذين يشاهدون هذا الفيديو أنه يدخلون لقناة الشيخ عمار الشويلي ويشتركون بها وينشرونها لأن صوت الشيخ دائما ما أكرر الشيخ عمار الشويلي يستحق أن يصل إلى أكثر 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 أدد من الناس صراحة وليس بأعداد قليلة من المشتركين مقارنة بما يقدمه حوار حول الإمام المهدي بين الشيخ عمار الشويلي وأحد الأخوة من أهل السنة والجماعة لنستمع إلى تمام الكلام نرجع بتعقبه فخليكم الله عبارة بكم أنا سني على رأسي وتكلمت بالتعليقات وتمكت مني وطلبوا مني أنه أصعد فالكلام اللي كان بالتعليقات حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول تركت فيكم تركت فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أعلى بيتي طيب بارك الله فيكم هل التمسك بالقرآن هو بالإيمان به فحسب أم يكون تمسك به بأمره ونهيه والرجوع إليه في كل وقت وفي كل نازلة هذا ينطبق على الإمام وهذا ينطبق على آل البيت يعني أشكل يعني محاوري أهل السنة أشكلوا على الشيعة فقالوا لهم هناك تفرق الآن بين الإمام الذي تدعونه وبين القرآن لأننا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمرنا أن نتمسك بالقرآن أمرنا أن نتمسك بأوامره ونواهيه واليوم لا يوجد إمام يعني الإمام تقولون أن الإمام موجود ولكن هناك فرقة بيننا وبين أوامره ونواهيه وإرشاداته واليوم نحن موجودون تحت أوامر وإرشادات ويعني اتباع رجال دين أستاذ حفيد الآن سؤالك صار راضح أستاذ حفيد أنا أسألك سؤالا أمام الجميع هل أنت تقر بحديث الفقلين كتاب الله وعطرتي أم أنك لا تقر به يعني أنا لست من المحدثين ولكن أنا أسمع به وأؤمن به أحسنت وكثير من أهل السنة يؤمنون به وهو حديث صحيح في الكثير من الكتب السنية أنا أسألك الآن أختم بصحته بارك الله فيه أحسنت وذلك وغيرها من الأحاديث يعني تصحح تصحح ويقال عنها حديث حسن صحيح لكن لا ترقى إلى مرتبة العقايد عند أهل السنة أنا أقول لك الآن بما أنك يا حفيد الحسن تؤمن بهذا الحديث أن تخلي النقاش بينه بينك شخصي بغض النظر عن الانتماء السني والشيعي بما أنك تؤمن بحديث الثقلين هو التمسك بالكتاب وبالعترة العترة عندك هو هم علي وفاطمة والحسن والحسين صح أو لا أنا أعلى البيت قصدك لا العترة العترة الذين قال رسول الله تمسكوا بهم مع القرآن من هم أهل البيت طيب من هم أهل البيت جميعا عند أهل السنة عند أهل السنة ما صحها هذا الحديث قال إجماع أهل البيت حجة على أهل السنة طيب من هم أهل البيت عندكم من هم أهل البيت عندكم أهل البيت عندنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين والإمام علي وكل من حرم الصدقة طيب هل هناك من أهل البيت في هذا الزمان أم انتهى في ذلك الزمان وانتهى دعم انتهى طيب هذا تكذيب لرسول الله حيث أنه قال لن يفترق الكتاب والعترة فلو أن العترة محصورة على أزواج النبي وفاطمة وعلي والحسن والحسين ومن كان في ذلك الزمان في هذا الزمان القرآن موجود وعترة غير موجودة وهذا يستلزل تكذيب لحظة لم يفترق اجماع آل البيت بس لحظة يعني استاذي حبيبي لم يفترق وانا أعطيتك المجال يا حبيبي بس اسمعني أبين فكريتي أنت قلت أنا أؤمن بصحة هذا الحديث أنهما ليفترقا كتاب الله وعترتي وإنهما ليفترقا واضح؟ طيب بما أن العترة عندك بتفسيرك هم أزواج النبي وفاطمة وعلي والحسن والحسين وآل طالب وآل عقيل وآل فؤاج وفلاب وجميعهم طيب نحن الآن في زمان موجود كتاب وغير موجود العترة أو قل إذا أنت لا تقول بتمامية الحديث لن يفترقا النبي قال إني تركت لكم ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي فهل هذا الحديث يشمل أهل زمانه أم يشمل جميع الأجيال إلى زماننا إذا قلت فقط لأهل زمانه ممكن بوجود نساء النبي وآل أبي طالب وآل هاشم وآل عقيل وآل فلان ممكن أما في هذا الزمان إذا قلنا بأن العترة قد انحصرت بهؤلاء وانتهى في ذلك الزمان في هذا الزمان ما موجود عترة موجود كتاب وما موجود عترة فهذا تكذيب للنبي أو تعطيل للحديث أنه نزل بزمان بدون زمان فهذا الزمان فيه كتاب وليس فيه عترة كما تقولون لأن العترة عندكم هما أما أزواج النبي وإما أهل البيت يعني أصحاب الكساء وإما أقارب النبي حل لنا هذا الإشكى تفضل طيب جيد بارك الله يعني أنت أجبتني بسؤال هل يتبين لي من سؤالك أن الافتراق الذي تقصدونه هو الافتراق الحسي أو المعنوي عند أهل السنة هو المعنوي فآلوا البيت وإن ماتوا وقتلوا واستشهدوا فهذا لا يعني أنهم قد افترقوا جزاك الله خير جزاك ونحن كذلك يا حفيد ونحن كذلك نقول بالافتراق المعنوي وإن كان الإمام غائبا ومبتعدا فهو كالذين ابتعدوا بالموت كذلك هو ابتعد بالغيبة ولا يضر ذلك بحديث الثقليين والحمد للأشهر هذا لا يصلح دليلا على قولك أن الإمام موجود هذا لا يصلح دليلا على أن تقول أن الإمام موجود إذا أنك تقول هذا الحديث هو حديث يفيد اتباعا معنويا فهذا لا يعني بالضرورة أن هذا الحديث يوجب وجود الإمام يا عزيزي يا حفيد تعاليك أن تثبت لي وجود الإمام من حديث آخر ويبطل استدلالك بهذا الحديث طيب الآن اسمعني لو سمحت لي أولا عزيزي لم يقل أحد من الشيعة بوجوب التمسك المادي يعني أن أمسك بيد القرآن وأن أمسك بيد الأخرى الإمام لم يقل أحد بذلك لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وإنما قالوا التمسك بالكتاب هو العمل بما أمر به والانتهاء عما نهاعا وكذلك التمسك بالعترة بأن نرجع إليهم لما أحالنا الله إليهم في الكثير من الآيات بالرجوع إليهم الذين هم أولي الأمر الذين أوجب الله الرجوع إليهم أما قضية وجود الإمام المهدي عليه السلام فمن قال لك أن الشيعة يعتمدون على دليل واحد في إثبات وجوده عن طريق حديث الثقلين فقط فقل له أنت واهم قامت عندنا عشرات الروايات الصحيحة التي تثبت وجود إمامنا الثاني عشر هذا الحديث بالذات هل يثبت وجود الإمام أو لا نعم يثبت وجود الإمام والدليل من أين تستدل على إثبات وجود هذا الإمام من هذا الحديث وأنت قلت أن الحديث هذا لا يعني الترافق الحسي وإنما هو المعنوي أنت نفيت أن يكون هذا الحديث دليل على وجود الإمام شيخنا لم يفهم عليكم ما معنى المعنوي هو نعم هو ما فهم الآن المعنوي هو أن نعود إلى أوامره ونواعيه طيب نحن نعتقد بعقيدتنا الشيعية أن الذي يكون مفسرا ومبينا وموضحا للقرآن هو عدل القرآن الذي هو من العترة ونحن عندنا العترة بخلافكم العترة هم أصحاب الكساء والأئمة عليهم السلام التسعة من ذرية الحسين ابتداء بعلي زين العابدين وانتهاء بالمهدي قام في عقيدتنا أنه لا بد مع وجود الكتاب وجود حجة الله على خلقه المبين والموضح والمفسر الآن تنتقل إلى إشكال آخر أين هو المهدي الآن لكي يبين وكي يوضح بارك الله فيك ما ننتقل ما يجوز أن ننتقل الآن كيف كيف نعود قلنا أن التمسك هو تمسك معنوي صح؟ بالأمر والنعي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى حسب العقيدة الشيعية وبالرجوع كذلك كيف أتمسك بأمر ونهي الإمام المهدي اليوم أحسن والإمام غائب أحسن يا أخي العزيز وكيف يفسر لي القرآن ويسقط الآيات على الواقع طيب عزيزي أنا أجمل ما أحبه فيك هو أدبكم في الحوار من النوع المثقف والواعي للحوار وعدم الوجود العناد عادة حينما أريد أن أناقش معتزلا أو معتزليا أو أشعريا أو متريديا أو أي شخص لا بد أن أقرأ عقيدته قراءة جيدة وأعرف على ما قامت عقيدته عزيزي نحن عندنا قامت أدلة على غيبة إمامنا الثاني عشر أدلة صحيحة صريحة عندنا في كتبنا قامت على ذلك وكذلك قامت أدلة بأن للإمامنا غيبتان لأن الإمامنا غيبتين غيبة صغرى وغيبة كبرى في الغيبتين الغيبة الصغرى كان هناك سفراء أربعة وهذه معروفة ربما أنت عندك معلومة هناك سفراء خواص أربعة كانوا يلتقون مباشرة بالإمام المهدي وينقلون الأحكام من الإمام إلى طبقة الشيعة أو مكلفي الشيعة في الغيبة الكبرى أحال الإمام سلام الله عليه الرجوع إلى الفقهاء لأن هناك كما كبيرا من الروايات التي صدرت عنهم عليهم السلام ابتداء من رسول الله وانتهاء به سلام الله عليه وضعوا إرثا كبيرا لفقهاء الشيعة بأن ما احتاجوا إلى شيء إلا وجدوه في هذا التراث فهذه الإحالة منه سلام الله عليه وأما من كان من الفقهاء وهذا حديث مشهور عندنا من كان صائنا لنفسهم وخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه نحن الشيعة نقلد الفقهاء لأنهم هم الذين أعرفوا الناس في الوصول إلى روايات علي محمد الدليل الثاني الدليل التفصيل القرآن والسنة السنة هي قول النبي وكذلك ما ورد عن أيمتنا عليه السلام فالفقهاء هم الحلقة الغير مباشرة مع الإمام المهدي لأن هناك كانت حلقة مباشرة الذي هم الصغراء الأربعة أما الحلقة الغير مباشرة فهم الفقهاء فقهاءنا يأخذون ما موجود في الكتب من صحيحها فقط طبعا ويعتبر هذا هو ما موجود يعني هناك صورة مباشرة للقاء بالإمام انتهت في الغير الصغراء الصورة الغير مباشرة أن الإمام أحال المكلفين بالرجوع إلى الفقهاء وهم يوصلون إلى الحكم الشرعي وهذا معنى وجود الإمام وهو غائب لا يستلزم الافتراق عن الكتاب بخدمتك إن شاء الله حياكم الله من جديد مبدئيا اتمنى الاشتراك بقناة الشيخ علي عمار الشويلي وكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة اشتركوا بقناة الشيخ المرش مثل ما قلت الحوار لما يكون بأدب باحترام باللطف بالمودة بمحبة بالشرح بدليل بأخلاق برد من دون تشنج احنا راح نخرج بأقلها أقلها أقول حتى إذا لم يقتنع الطرف الآخر احنا قمنا الحجة ووصلنا الفكرة لأن احنا اللي جاي يصير بالبثوث الآن أو بالحوارات لما الشيع يلقي أذلته ويرقي ما يلقي مثلا من من براهين حول ما يريده يقاطع الطرف الآخر بسبب لعن بأمور طفولية فتتشتت الفكرة وتشتت الحوار لكن هذا الأخ السني كان محترم هو لم يقتنع نعم لم يقتنع لكن اللي يهمنا أنه وصلنا للفكرة ووصل الشيخ عمار الشوالي وصل الفكرة ووصل الدليل ووصل البرهان بهذا الاتصال وبدوري أخذيه هذا الفيديو حتى أروجه وإن شاء الله يصل إلى أكثر عدد من الناس وأنا أخواتي تقبل تحياتي وفي عوان الله